السلام عليكم معكم علي أهلا وسلم بكم درس جديد إذا كنت هل مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو مع أكبر قدر من الأصدقاء لتعام الفائدة نتكلم في هذا الفيديو عن جمل من حياتنا اليومية في اللغة الإنجليزية تستخدم كثيرا في المحادثة أو الكتابة في اللغة الإنجليزية تابع معي ناتا الفيديو هناك الكثير من الملاحظات والعبارات التي تطور من مخزوننا اللغوي في المفردات والجمل وكيف أطور من محادثتي في اللغة الإنجليزية مثلا نقول لا تسبق الأحداث يعني لا تستعجل النتاج أو لا تعطي حكم مسبقا قبل ما تكتمل الصورة كاملة لا تستعجل النتاج لا تستعجل النتاج يعني لا تقفزي للنتاج يعني لا تسبق الأحداث كيف نقول كن صبور كل شيء في وقته في حينه في وقت المناسب ببي بيشنط ببي دائما بداية الجملة نترجمها كن بيشنط صبور أيضا نعرف بيشنط تيجيع مع گاه مريض لكن هنا صبور ببي بيشنط نضغط على بي كن صبور لاحظ بمعنى الكل أو جميع في وقت المناسب كيف نقول أين كنت؟ ننفضها طويلة أو نقول أثنين صحيحة كيف نقول أنا فخور بك؟ I'm proud of you نستخدم بعد proud فخور حرف الجر of I'm هي اختصار ل I am I'm proud of you I'm proud of you لا نقول of إذن إذا كان عندنا F وحدة ننفضها إذا كان عندنا دبل F ننفضها ف إذن هذه of وهذه of هنا نستخدم of F وحدة What are you going to do What are you going to do ماذا ستفعل هي أصلها You are going to اللاحظ هذه نترجمها الثلاث كلمات بمعنى سوف أو سا وضعنا الفعل do يعني أنت ستفعل تشكيل السؤال فقط وضعنا are قبل you استخدمنا اسم الاستفاهم What What are you going to do ماذا ستفعل إذن هنا مستقبل نقرأ بآخر مرة Don't jump to conclusions Be patient all in good time Where have you been I'm proud of you What are you going to do كيف نقول ماذا تكتب الآن في هذه اللحظة What are you writing What are you writing Now إذن نضيف كلمة now والآن ماذا تكتب لاحظ إذا كان عندنا ing الفعل أصله write حدفنا الإي وضفنا ing الجي ما نلفظها لنقرأ writing What are you writing ماذا تقرأ What are you reading What are you reading نفس الشيء الجي نحاول ما نلفظها إذن ماذا تقرأ نفس الترتيب لاحظ What are you هنا استخدمنا writing reading نستخدم الفعل كثيرة على حسب الفعل هنا نقول What are you eating وهكذا كيف نقول يعني شخص يطلب مني شيء أقول له أو أجيبه إذن تم إذن تبر موضوع خلاص نفذ consider consider it done consider it done إذن لاحظ can see done consider it done اعتبره منتهي أو حصل أو نفذ يعني كيف أقول لهني ما حدث I don't care what happened أنا لا أهتم ماذا حدث يعني لا يهمني ما حدث I don't care what happened لاحظ don't هي اختصار لdo not كيف نقول خذ نفس عميق take a deep breath take a deep breath إذن خذ نفس عميق deep عميق breath نفس اسم نريد أن نقول يتنفس أو تنفس breathe هذه ننفذها the وهذه ننفذها the يعني الفرق هو the take a deep breath what are you writing what are you reading consider consider it done I don't care what happened take a deep breath كيف أقول بالمناسبة buy the way buy the way لاحظ way متهي أي كلمة تتهي باي ننفذها اي مثلا لديك كلمة they way may say إذن دائما ay ننفذها a buy the way كيف أقول لا أظن ذلك I don't think so لا أعتقد ذلك لا أظن ذلك لا أحسب ذلك I don't think so إذن لا أظن ذلك كما قلنا don't هي اختصار ل do not كيف أقول مستحيل no way no way بمعنى مستحيل يعني لا يمكن مثلا لدينا buy the way بالمناسبة no way مستحيل كيف أقول لا أحد يعرف nobody knows nobody knows لاحظ نعرف بدي جسم لكن أيضا بدي جماعة أحد nobody لا أحد نقول somebody شخص ما nobody لا أحد knows يعرف هذه الاس اس المفرد الغاب لماذا؟ لأنه عندنا nobody مفرد إذا كان الفعل مفرد بحالة present simple مضائن البسيط نضيف اس اس المفرد الغاب هو أصل الفعل no لكن لا نقول nobody knows وريد أن أقول أنا أعرف I know nobody knows كيف أقول ريح بالك هدي حالك put your mind at ease put your mind at ease إذن ريح حالك نعرف mind جماعتها عقل أو دماغ نقرأها آخر مرة buy the way I don't think think so no way nobody knows put your mind at ease كيف أقول منزلك أو أصنع نفسك في منزلك أجعل نفسك في منزلك يعني أعتبر حالك في بيتك كيف نقول كما تدين وتدان الشيء الذي تفعله يعود عليك what goes around comes around لاحظ what goes around comes around go come نضع S S المفرد الغائب مفرد what goes around comes around كيف نقول الصمت علامة الرضا silence gives consent silence gives consent إذن الصمت علامة الرضا أيضا هذه S المفرد الغائب لماذا الصمت مفرد يعني الضمير at نضيف S المفرد الغائب كيف أقول لأحتاج شفقتك رحمتك I don't need your pity I don't need your pity إذا أنا لا أحتاج شفقتك I don't need your pity نقرأه ما آخر مرة make yourself at home what goes around comes around silence gives consent I don't need your pity بهذا الشكل النهائينا درسنا لهذا اليوم اللي يحب يكون يحصل أكبر قدر ممكن من الفائدة يتدرب على هذه الجمل يصور فيديو يعني يصور نفسه فيديو يتدرب عليهم يسمى صوته أيضا ممكن الفيديو يشوف حاله كيف يتكلم يمرر لسانه على الكلام وأيضا أذنه وهكذا يصير عنده جراء على التحدث والكلام كان يتكلم مع أحد أمامه أيضا أكتب هذه الجمل في مدونة أو دفتر بحيث أنه دائما برجع عليهم وأراجعهم مع الوقت والاستمارية بيكون عندي الأمور أصبحت سهلة وصار عندي مجموعة من الجمل والمفردات والمفردات أفضل طريقة لحفظ المفردات هي وضعها في جمل لكي تكون مرتبة بشكل صح بهذا الشكل النهي ندرسنا لهذا اليوم إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لك الفيديو ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء لتعمل فائدة دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبركاته